مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع باسمكم جميعا حابب أشكر الدكتورة روبا فلات فلاتة اللي دائما بتعطينا المعلومات أول بأول بتحاول إنها تمدنا بشغلات مهمة ممكن نعملها كتوبيكس للفيديو عشان تفيدكم في قصة انتشرت في الأخبار في النيوز اليوم إنه في شخص كان قد حيتعرض إلى سكام أو سرقة عبر ضحك على الناس كيف صارت القصة؟ اتصل في واحد قال له أنا اسمي كذا 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 من صيدلية كذا الصيدلية اللي انت بتتعامل معها انت من زمان ما إجيتنا وبننا نعمل update للفايل يعني تحديث للمعلومات الموجودة على الفايل فأرجوك تعطيني اسمك الكامل لأنه هون مش مبين عندي طبعا أعطاه الاسم الكامل بعدين قال له أنت بتراجع عند أي طبيب اسم الطبيب سأله أسئلة هيك عامة عن موضوع اللي بتسأله الصيدليات بعد شوية صار يسأله طبعا من لي update للكرديت كارد نمبر تبعك وهون الزلمة طبعا شك في الموضوع أو حس قلبه فسكر السماعة واتصل دايركت في هاي السكدلية وسألهم هل عندكم موظف جديد هذا اسمه فعلا أنتوا عم بتسووا هذا الشيء قالوا له لا فنشر قصته على الإداعات عشان الناس تعرف أنه النصابين للأسف عم بيحاولوا أنهم يحصلوا على معلوماتك الشخصية بأي طريقة فلازم تكون منتبه جدا 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 أحكي القصة أنا صارت معايا يعني تصل فيه واحد حكى أنا من بنك اللي أنت بتتعامل معه اسم البنك وفعلا أنا بتتعامل مع هذا البنك لأنه هذا يمكن من أكبر البنوك الموجودة في كندا فيعني هي قسين ومعظم الناس عندها ثلاث بنوك بنكين يعني أقل شيء فقال لي إحنا عنا برضو شوية أسئلة بدنا نسألك إياها قديش تاريخ ميلادك قلت له ليش بدك تاريخ؟ أنت اللي متصل فيه يعني وعي قال لي لا بس بدي كنفيرم الفايل اللي عندي قلت له أعطيني أنت تاريخ الميلاد فقال لي لا أنا بعطيك مثلا رقم وأنت بتعطيني رقم قلت له أوكي فبدأ يعطيني أرقام كانت صحيحة بعد شوية سألني إيميال لك قلت له أنت يكونفيرم الإيميال بدأ يعطي الإيميال فعلا الإيميال صح سألني عن رقم الحساب وأنا طبعا صعب واحد يحفظ رقم حسابه فقلت له أنت بتسألني سؤال جدا أنك أنت مش من تيدي بانك قال لي لا لا أنا من تيدي بانك وهي رقم الوظيفة قلت له أعطيني رقمك الوظافية أعطينا أعطاني رقم قلت له خليك معي على الخط معي خط تاني بنفس الوقت خليته أنا على الخط وأخذت اسمه طبعا اتصلت في تيدي بانك رده بعد حوالي دقيقتين حكت له ما أنا بتتصل فيه واحد كذا 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 قالوا لهذا الرقم مش موجود عندنا نهائيا أخذت الرقم وبلغت عنه دايريكت لالسبام أسوشييشن اللي تبعت الاتصالات عشان يقدروا يعملوا بلوك لهاي الأرقام يعني هذا أقل شيء ممكن نقوم فيه احذروا 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 خاصة عن طريق الاتصالات والهاتفية معظم معظم من السكامرز عم بحاولوا انهم ياخدوا معلوماتك عن طريق الاتصالات الهاتفية ومعظمهم للأسف للأسف بحاولوا انهم ياخدوا فلوس منك عن طريق الكروت تبعت الابل باي الابل أو الجوجل هاي الكروت اللي بتمباعها زي كروت بخمسين مئة دولار بطلب منك انك تروح تجيب منها طبعا عشان تعطيه الأرقام لانه هاي ما بقدروا يعملوا عليها تراك بس اذا حولت له تحويله رح يعملوا عليها تراك حبيت اذكركم يعني وتنتبهوا من عملية النصب هاي شكرا للدكتورة ربا مرة ثانية تابعوا رابط العملية النصب او الارتكال اللي موجود في الجريدة رح تشوفوه بصندوق الوصف وقرأوا الارتكال ممكن تستفيدوا وفيدوا منه اصدقائك وعملوا شير لهذا الفيديو السلام السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد اشتركوا في القناة